احنا طبعا كنا قلنا انه قبل موضوع مواجهة الشائعات ده مهم جدا في ظل الحالة اللي بنعيشها خلال الاسابيع القليلة الماضية تحديدا بيتم ضخ عدد كبير من الفيديوهات والمشاهد والاخبار الكاذبة المختلقة المصطنعة وبالتالي هنا المطلوب انه الناس تدقق جيدا قبل التعامل مع اي خبر النت مش ممكن ابدا يكون يعني دايما حتى اذا جاز لي ان انا اقول نعلم تلامزنا يعني ان النت ليس مصدرا للمعلومات هي وسيلة توصيل يعني ايه وسيلة توصيل يعني والله خد اللي مكتوب عليه وفيه لكن لابد ان تتأكد من المصادر الحقيقية النت ساحة وشارع يمكن ان تملأه بكل الكاذرات شارع كده يمكن ان تلقي بكل انواع الزبالة فيه كل الاكاذيب وقلتلكم بارح ان هي دي نظرية جوبلز وزير دعاية هتلر اجذب 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 حتى يصدقوا كالناس في النهاية تعالوا نواجه ده بان الناس ما تصدقش كل ما تشاهده وتلاقي البعض باعت كده يبعتوا البعض كمان على الموبايلات شفت فيديوهات واخبار مختلقة هيغياروا سغينة الاسعاف هيعملوها مش فاهم ايه كل ده يعني حاجات لا يتخيلها يعني عقل لكن هي ضخ هذه الاكاذيب والشائعات بيستند الى ان ممكن يكون فيه تصريح قيل فتعالوا بقى ينخدم عليه بشائعات وقصص مختلقة واكاذيب متنوع يعني على الناس ان تدقق جيدا وتحاول انها ببساطة شديدة يعني انت لو كتبت كده تشوف يا طرى مصدر الاخبار على مؤشر البحث جوجل كده هتشوف هتكتب كده تشوف مصدر الخبر ايه هتجهد نفسك اه نعم وما يعني يعني تاخد تتعامل بالبساطة الشديدة وهي ايضا بالبساطة الشديدة يعني يعني التعامل التأكد من الاخبار ايضا بيتم ببساطة شديدة خلاص احنا فيه زمن التكنولوجيا اللي زي ما البعض بيستخدمها استخدامات سيئة في انه يضخ اكاذيب وشائعات يمكن ان تستخدم استخدامات جيدة في انك تتأكد ايضا من خلال نفس التكنولوجيا من مصداقية بعض الاخبار والمشاهد والفيديوهات اللي بتنتشر بشكل كبير واللي هدفها هي اثارة البلبلة اشعال الفتن ضخ الاكاذيب التشكيك في مؤسسات وخطوات مختلفة يعني وتعالوا يعني اذكركم ايضا بالفيديو دا المتعلق بجماعة الاخوان كجماعة ارهابية اللي دايما يعني التوقع من الحملات الالكترونية لجماعة الاخوان كل شيء جماعة الاخوان المسلمين منظمة قتالية اسلامية ولديها تنظيمات تابعة لها في اكثر من سبعين بلدا بما فيها مجموعات مصنفة كارهابية من قبل الولايات المتحدة موضوع الجدل في السنوات السابقة هنا في الكونغرس هو ما اذا كان يجب ادراج التنظيم بالكامل على هذه اللائحة وهذا ما تنظر فيه ادارة ترامب لحسن الحظ فان ادارة ترامب اوقفت سياسة اوباما التي عاملت الاخوان كحليف محتمل الجزء المتعلق بمواجهة الشائعات هو جزء ايضا من عملية مواجهتنا لمخططات الارهاب لانه فقط مش كنبلة لا يعني باطلاق الشائعات والاكاذيب كل ده بيشعل فتنان يشكك فيه بعض المؤسسات ياخد تلاقي فيه بعض الوزراء منسوب ليهم تصريح زي حاجة مضحكة جدا والله قالك تصريح على لسان وزير التموين انه هيحطه في الريف العيش بعض المواد اللي تسبب العكم للرجال عشان نقلل تنظيم الناس لها شوف الدخ الأكاذيب بشكل والبعض ياخده وتلاقيه يبعاته شوف معقولة ما هيعمله كده لا واخد بقى من ده كتير يعني اجيب لك عدد كبير من التصريحات المختلقة اللي تم انهم نسبوها لبعض المسئولين وبعض الوزراء بالاضافة الى الفيديوهات المختلقة ايضا خلينا بسرعة كده